الحمد لله وكما سبق أنه تسمع كلمات الوالد وكيف يعبر عن مشاعره صراحة هذا الشيء يبعث القشاريرة في النفس هذا شيء يبهج القلب هذا شيء يفرح العقل هذا شيء يخليك أنه تحس أنه رضيت ولو بصيص ولو جزء صغير من المجهودات اللي كان يقدمها الوالدين على طول العام على طول هذا العام الطويل والشاق هذا العام هذه شهات الباكالو لم تكن البعض يرى أنه النتيجة يوم النتيجة ويرى فقط نتيجة ولكن لا يرى المجهود على طول المسار مسار طويل مسار من تخطيط مسار من الجهد مسار من الدراسة بنظام لأنه الكثير يخطئ أنه يحسب أنه ليتحصلوا على شهات الباكالوريا هم ناس تعبوا بشكل مبالغ ولكن الإنسان أنه على مستوى العام كامل أنه يقرأ بشكل منظم اللي كي واحد يشوف فولدو يعني في كل خطرة في إنجاز ويمشي ويطلع هذا هو الرسمي يسمى تعال نجاح أول أنه سبقه وتحصل على أعلى معدل في شهات تعليم متوسط بـ 19.26 على مستوى بولاية خنشلة وهذه المرة الثانية في شهات الباكالوريا لذا تحصل على أول مرتبة التي تتبطت في شهات الباكالوريا لا تعملي